بالإضافة إلى ذلك هذا ما نرغب في تحقيقه وما نود أن نخترق به وبمجرد أن تقوم الحكومة لدينا بوضع التقرير النهائي الموضوع أمامكم الآن فإن قواتنا في المنطقة مستعدة تماما الاستعداد عند دعوتها وعند إطلاق صافرة البدء لآداء مهامهم في المنطقة ونحن لسنا ضد النظام في النيجر لقد ذكرنا أن هذا بناء على رئيس الماجلس وهو يعلم تماما أن هناك كافة الخيارات مطروحة على طاولة التفاوض وكما أتحدث إليكم نحن على تم الاستعداد للتوسط في البلاد فلا يوجد أي باب مغلق نحن لا نغلق أي أبواب للحوار والنقاش فأن العقوبات أيضا مطروحة وهي خيارا وفي هذا السياق نحن نحاول التفاعل مع المطالب مع السلطة الشرعية لبدء الحوار ونحن مستعدون تماما لن نتورط ولن ننخرط في هذه المعارك لن يبدأ من تحقيق الغرض المشترك وتحقيق الهدف الأساسي وهو استعادة الدستور في البلاد في أقصر وقت ممكن وفي أقرب وقت ممكن متاح ونحن ندعو إلى إطلاق صراح الرئيس الشرعي للبلاد لجمهورية النيجر السيد محمد بزوم وعائلته وأعضاء حكومته الذين تم احتجازهم من جانب النظام في النيجر هذه هي رسالتنا الأساسية لهم كافة الأبواب مفتوحة ولن ننخرط في أي حوار يأخذ إلى مال نهاية ولهذا نقول أن كافة الخيارات مفتوحة ومتاحة وإذا ما كان لكم اتخاذ المصار السلمي للحد من أي تداعيات على البلاد فبالتالي يمكن أن نتخير الخيار العسكري ولكنه ليس الخيار المفضل ولكن سوف نكبر على تفعيله لأنه بناء على العواقب والأعوائق أيضا داخل البلاد هي التي تدفعنا لاختيار أحد المصارين سواء النقاش لحل هذه الأزمة أو التدخل العسكري هذه هي رسالتنا الأساسية ولا أعتقد أننا سوف نسأل أي أسئلة بشأن ما ننشر القوات لا يمكن الإجابة على ذلك ولكن هذا الأمر مطروحا لرؤساء الأركان لكافة الدول والزملاء الذين بأيديهم القرار ولديهم كافة الأدوات وبالتالي نحن نتمنى أن نطرح هذا السؤال حتى أن نخبركم أننا مستعدون وفيما يتعلق بالمعدات الإرادة السياسية للبلاد تتحكم في هذا العمر وهذا الأمر متاح تماما وكافة الموارد مطلوبة نحن لدينا الموارد الخاصة بنا وأود نهائيا أن أخبركم أن مجموعة الإكواز تبذل ذلك دفاعا على مبادئها هؤلاء الذين يضللون العامة الإكواز على دراية بذلك كافة ونحن على علم بكافة المعلومات المضللة ونحن نحاول التدخل دون أي تأثير داخلي لا بد من الاعتماد على مواردنا نحن نعمل ذلك بأنفسنا لصالحنا من خلال مجموعة الإكواز نحن لا نرغب في الرجوع إلى الوراء لا بد من استعادة النظام الدستوري والتمرد في النيجر هو أحد الهوادث ضمن فعليات أخرى في المنطقة ونحن نحاول وقف هذه العمليات من التمرد فبالتالي نحن نرسم خارطة الطريق في هذا الشعر وشكرا جزيلا لانتباهكم ترجمة نانسي قنقر